معلومات أكثر عن هذا البيان وهذه الرؤية التي وضعها وزراء خارجية سويد ألمانيا بريطانيا كما ذكرت مع الزميل محمد دغمش محمد فضل شكرا محمد بالفعل هذا البيان تضمن أيضا عدة نقاط مهمة للغاية وهو تصور وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في اليمن هذا التصور يقوم على دعم تسوية سياسية تقوم على تشارك السلطة بين اليمنيين وللوصول إلى هذا الاتفاق دعا البيان إلى دعم وقف إطلاق النار الذي دعت إليه السعودية ولم تلتزم به الميليشيات الحوثية وفقا للبيان وأيضا إيصال المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المدن وكل من يحتاج إليها والتصدي أيضا لأي عقبات لا تزال تمنع الوكالات الإنسانية الدولية من العمل في اليمن بشكل فعال أيضا بيان وزراء خارجية السويد وألمانيا وبريطانيا دعا إلى تسجيع الأطراف على تنفيذ الاتفاقات السابقة بما فيها اتفاق ستوك هولم الداعي إلى الانسحاب من الحديدة وأيضا اتفاق الرياض كما دعا البيان إلى دعم الحكومة اليمنية كي تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام لا سيما التواقم الطبية التي تقاتل لمكافحة كورونا وفقا للبيان إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة وختم البيان الدولي السويدي البريطاني الألماني بدعوته لاحترام القوانين الدولية في اليمن وحماية الأقليات الدينية والنساء والأطفال والصحفيين وأيضا إلى حرية المعتقلين السياسيين في اليمن واعتبر البيان أن توريد الأسلحة إلى الحوثيين هو مخالف وينتهك قانون حضر الأسلحة بطبيعة الحال محمد شكرا لك على هذه التفصيلات محمد شكرا لك